كيفية تقويم مهارات التعبير الكتابي لدى الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية؟ أو بمعنى آخر، كيف يمكن لمعلم اللغة العربية أن يقوم بتقويم التعبير الكتابي للمتعلمين؟ هناك مجموعة من الطرق الشائعة التي يلقى إليها المعلمون في العادة لتقويم التعبير الكتابي لطلابهم تشمل هذه الطرق أولا طريقة التقويم الذاتي وتعني هذه الطريقة أن يراجع الطالب بنفسه موضوعه الذي كتبه وذلك بأن يكتب الطالب في بداية الأمر مسودة ثم يقوم بمراجعتها وتنقيحها مرة بعد مرة فإذا ما وصلت إلى الصورة التي يراها مناسبة وصحيحة ينقلها إلى كراسة التعبير الكتابي ثم يأتي دور المعلم متمثلا في التوجيه والإرشاد طريقة التقويم الذاتي تتميز بأنها تشرك التلميذ مع المعلم في عملية التقويم كما أنها تجعل التلميذ مسؤولا عن تصحيح كتابته هناك طريقة أخرى هي طريقة تقويم المجموعات في هذه الطريقة يتم تقسيم الفصل إلى مجموعات على أساس القدرة التعبيرية مجموعة تشمل التلاميذ ذو القدرة التعبيرية العالية ومجموعة تشمل التلاميذ ذو القدرة التعبيرية المتوسطة ومجموعة تشمل التلاميذ ذو القدرة التعبيرية المنخفضة يقوم المعلم بتصحيح كراسات المجموعتين العالية والمنخفضة بطريقة فردية أمام الفصل كله أما كراسات المجموعة المتوسطة في مستوى القدرة التعبيرية فيتم تصحيحها بطريقة جماعية أيضا هذه الطريقة مجهدة للمعلم لأنها تفرض عليه أن يقوم بتصحيح جميع كراسات المتعلمين داخل الفصل الدراسي هناك أيضا طريقة تقويم النظير في هذه الطريقة يقسم المعلم الفصل إلى مجموعتين تتبادلان كراسات التعبير الكتابي حيث يقوم كل طالب بتصحيح كراسة زميله هناك كذلك طريقة تقويم المعلم أو طريقة الإصلاح المباشر تقوم هذه الطريقة على الإصلاح والإرشاد الفردي المباشر من جانب المعلم وفيها يتجول المعلم بين تلاميذه ويقرأ ما كتبه كل منهم في موضوعه ثم يحدد له بشكل واضح الأخطاء التي وقع فيها في جانب الفكر وفي جانب اللغة وفي جانب البلاغة وفي جانب التنظيم وفي الهوامش ويبدأ كل تلميذ في تصحيح الأخطاء التي وضحها له المعلم بشكل فردي هذه الطرق المختلفة في تقويم التعبير الكتابي تمثل طرقا شائعة ومألوفة لدى عدد كبير من المعلمين وفي كل طريقة منها مميزات وعيوب وهي طرق يمكن أن نسميها تقليدية في تقويم التعبير الكتابي بالإضافة إلى هذه الطرق الشائعة ترجمة نانسي قنقر